سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأمم العاقلة ترجع إلى تاريخها تأخذ من الماضي العظة ومن الحاضر العبرة وتجعل ذلك انطلاقا لمستقبل واعد جمعا بين الأصالة والمعاصرة تأتي هذه الحلقة للتذكرة وللمواساة ولبعث الأمل وتبديد اليأس في نفوس الأمة المسلمة التي تتداعى عليها الأعداء في الداخل والخارج كتداعى الأكلة إلى قصعتها ليس من قلة ولكن غثاء كغثاء السيل فإذا كان الناس في غثاء سيل فلم فر إلا أن يذهبوا إلا أن يذهبوا إلى خزانة الزكريات فمع جوهرة من جواهر الزكريات مع فتح مكة يكون هذا اللقاء في مائدة الانتصارات الإسلامية في شهر رمضان في برنامجنا الواعد في رحاب رمضان نعطر اللقاء بفيد الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من زنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فتح مكة جاءت به البشارات عقب البلاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بحصافته ونور بصيرته قبل الإكحاف من مشرك قريش في صلح الحديبية وثار منثار استعجالا لقطف السمرة ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الشرعية الحقيقية أن طلائع الحق يجب أن يصبر على نضج السمرة إن الرعونة لا تبني نهضة وإن الحماقة لا تبني انتصارا قبل الضيم والظلم والتعسف من مشرك قريش في صلح الحديبية وما درى الخوم الذين اعترضوا واستعجلوا وإن الله لا يعجل بعجلة أحدكم أن جوائز السماء ستجعل الإنصاف بدلا من الإكحاف فمع بعض المواقف والمحطات في فتح مكة لعل الأمة والتي تعاني من انهزام نفسي وتراجع حضاري وتقهقر عالمي أن تأخذ العبر والعظاب لأن الحديث في السيرة النبوية طيب جميل عذب سلسبيل تستروح النفوس في جنباتها القدوة الطيبة والأسوة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حلفاء من خزاعة الذين انضموا إليه عاقب صلح الحديبية وقريش أعانت أعداءهم من بني بكر عليهم فقتلوهم وسحلوهم وجاء الوفد من خزاعة يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم لا مفر أن النبي يفي بالعهد ووفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا لا مناصة أن النبي ينصر المظلوم لأن نصرة المظلوم من أعلى الواجبات وأراد أيضا أن يبين أن للمجتمع المسلم كرامة إن الحاكم إن ولي الأمر إن أهل الحل والعقد لا بد أن يحافظوا على كرامة المجتمع وعلى عزته وعلى حسن صورته وعلى كمال سمعته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخازل ولكنه استجاب لاستنصار لاستنصار خزاعة أن يفي النبي والمسلمون بالعهد بنصرتهم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولكن في كل مجتمع قد تبدو ظواهر على السطح قد يكون فيها بعض العوار ولكن الضوء يخرج من الظلام والليل إذا أدبر والصبح إذا أصفر ولعل في ذلك تعليم للأمة في كل زمان ومكان موقف لأحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أراد أن يقعل له يدا عند أكابر قفار قريش فأرسل رسالة تحزيري وجعلها مع امرأة وظن أن عيون الأرض غنامت عنه وما درى أن لله علم يحيط وينكشف فأعلم الله النبي بأمر هذه الرسالة التحزيرية التي انبعست من بين أظهر الصحابة أو زهراني الصحابة إلى كفار قريش ما هي الرسالة وما رد الفعل لنتعلم السياسة الشرعية إن كنا جادين ولسنا مبتدعين أو منتحلين أو مبطلين هذا عما قليل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة من كبار الصحابة برئاسة الإمام علي رضي الله عنهم وحصلوا المرأة في الطريق وأخذوا منها الكتاب وعادوا به إلى سيد الأحباب واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ولا أريد أن أسميه ليبقى الجلال لكل الصحابة إن شاء الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حمى لك على هذا وأنت ممن شهد بذرا وحسن إسلامه فاعتذر إليه أنه ما أراد الخيانة وما ارتد عن الدين ولكن سولت له نفسه أن يجعل له يدا ومكرمة عند قريش أراد بعض الصحابة أن يعاقب الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي درسا في السياسة الشرعية إقالة عصار الكرام من أخلاق الإسلام قال لا يا عمر رضي الله عنه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وأنزل الله تعالى في أوائل سورة الممتحنة عتابا وتنويها وتنبيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إقالة عصار الكرام خلق إسلامي في السياسة الشرعية لمن أراد أن يتعلم ويعلم ويتعرف ويطبق موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سمع أو بلغه أن أحد الأنصار قال في شماتة عن قريش هذا يوم الملحمة هذا يوم تزل فيه قريش وكان الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه على قيادة لواء فنزع النبي صلى الله عليه وسلم منه اللواء ودفعه إلى ابنه ثم قال له هذا يوم المرحمة هذا يوم تعز فيه قريش وصحح له المفهوم من أن الإسلام لا يسعى إلى الثأرات ولا إلى تصفية الحسابات بهذا تقام المجتمعات والحضارات أما أن ينقسم المجتمع إلى معه من وضد من إلى كفار وفجار ومؤمنين وأبرار وأخيار وأشرار وفي الجنة وفي النار هذا دلال على تمزق لن يجعل الناس في تقدم ولو إلى خطوة واحدة النبي يجمع الشتات يجبر الخلل يلم الشعف يدخل إلى الكعبة يطوف حولها ويأمر بأخذ المفتاح من حجبة البيت من عثمان بن أبي طلح رضي الله عنه وانصرف عثمان كاسف البال وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ الحجابة للكعبة المباركة أي مفتيح باب الكعبة ليضمها إلى بني هاشم وقبل أن يغادر عثمان بن أبي طلحة بيت الله الحرام في رسالة عاجلة أسرع من سرعة الضوء جاء جبريل عليه السلام ببلاغ إلهي من الله الذي لا تخفى عليه خافية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال ناد عثمان بن أبي طلحة فجاء قال خذوها يا بني شيبة أي الحجابة أي مفتيح الكعبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم وهي في أيديهم إلى الآن إنه الوفاء بالعهد وإنه احترام مقدرات الناس وتاريخ الناس أما أن يكون المجتمع كلما جاءت أمة لعنت أختها فهذا مظهر الفشل والإنهزام أما المجتمع الواعي هو الذي يجبر الخلل ويربط الماضي مع ما فيه من عورات وسوآت لتطوى صفحة وتفتح صفحة ليكون المجلد حاوياً للمكارم الأخلاقية لمن أراد السياسة الشرعية كعمل أخلاق في المقام الأول وليس كعمل سياسي دنيوي تكون فيه الأنانية والنرجسية والإقصاء والاستحواز ما كان هذا في فتح مكة في البلد التي خرجت منه ألوية الباطل تجهد الدعوة الإسلامية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عامل القوم بنقيد أفعالهم عند عضادة باب الكعبة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين أخرجوا والذين قاتلوا وعاندوا وهقوا وسبوا وقتلوا أحباب وفزعوا أصحاب ينظر إلى هؤلاء الذين جعلوه يخرج من مكة قهراً في يوم الحجرة ودمعت عيناه قائلاً اللهم إنك تعلم أن هذا البلد أحب البلاد إلي ولولا أن قوم خي مكة أخرجون ما خرقت فيواسيه الله لا أقسم بهذا البلد وأن تحل يعني ستحل يعني إخبار قبل ما يقرب من سمان سنوات من سمان سنوات ستحل مرة ثانية يا رسول الله بهذا البلد الذي أخرجت هل صرت في النبي صلى الله عليه وسلم سأرات الخصومة يا حكام المسلمين يا أولياء الأمور يا دعاة الإسلام خزوا العبرة والعظات من القصص النبوي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذا أردنا أن نبني المجتمع وأن نقيم الدولة وأن نؤسس النهضة لنقتفي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تظنون أني فاعل بكم هل سأخذكم إلى المعتقلات؟ هل سأصنع قانونا يجعلكم خاملين في المجتمع؟ هل سأعاقب أبناءكم وأفضحكم أمام أولادكم وأمام أجيالكم؟ هل سأصنع بكم الأفاعيل؟ هل سألصق بكم الأباطيل؟ هل سأتنابس معكم بالألقاب؟ ماذا فعل النبي مع المحاربين من قريش وهو القائد المنتصر؟ سنتعرف كيف تعامل القائد الفاتح المنتصر محمد بن عبد الله في فتح مك ما تظنون أني فاعل بكم أطرق القوم إلى الأرض ونطقوا بالحقيقة المجردة خير أخ كريم وابن أخ كريم أي سيدنا عبد الله يحلل بعض المتنطعين المتفيقهين المتسجيخين أن يقول أن والديه كافران هالكان كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة لأن والديه ناجيان بنص القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طاهران شريفان بنص القرآن وتقلبك في الساجدين ولكن آه للبصير حينما تعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم انظروا إلى العفو النبوي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم قال مقولة إخوة يوسف إخوة يوسف لما قالوا عليه السلام لقد آسارك الله علينا هل قال سأرميكم في الجوب كما فعلتم بي وسأشرتكم بعيدا عن بلدكم كما صنعتم بي ولكن الهمم الكبيرة تتعامل بالأخلاق الكبيرة على هذا الهج صار النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم يطوف رجل يدعى بأبي فضاله وفي طوافه عنت له خاطر سوداء أنه ينتهز الزحام واختلاط الناس ويرتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله وأعلم الوحي النبي بذلك فنادى النبي فضالته قال يا فضالة وهذا من الإعجاز النبوي ومن علم الغيب الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا فضالة ما حدستك ونفسك قال فضالة أسبح وأذكر الله وأقرأ القرآن انظروا أحبائي ماذا صنع النبي بهذا الرجل قال الراوي ضحكا ووضع يده على صدر فضالة قال بل حدستك نفسك أن تقتلني قال فضالة فوالله ما رفع يده من على صدري إلا ووجدت برد الإيمان ووجدت الذي كان في قلبي قد انصرف فهو أحب الخلائق إلي وأبو سفيان الرسول جعل له قدرا ظاهريا مع أنه لن يطبق في أرض الواقع رجل يسعى إلى الفخر وإلى المآثر قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قبر خاطر لكن هل الإنسان يترك البيت الحرام أو داره يذهب إلى دار أبي سفيان ولكن جعل له نصيبا من فخر وأبو سفيان لما دخل على هند منت عذبة قال لها أطرين يا هند ما فعل لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا أمر من الله تعالى قالت لعله يكون قال والله إني لقاتل هذا الرجل ثم أتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي كذلك قال تعالى يا أبو سفيان فجاء قال من الذي أصررته لهند قال لأن أعلمتك هند لأقطعن رقبتها قال والله ما أعلمتني هند ولكن أعلمني رب الذي يوحي إلي قال لأما الآن فوالله أشهد أنك حق النبي لأن هذا أمر لا يعلمه أحد إلا الله سمهند فدليل على أنك نبي الله فوالله ما وقر الإيمان في القلب إلا في هذه اللحظة عفو وتسامح وإخاء ولم شمل وعدم بعث السأرات والخصومات من هنا بنى العاصمة الأصلية للإسلام على أساس من المحبة والمودة وعلى مبدأ اذهبوا فأنتموا الطلقاء هذا رسول الإسلام في فتح مك يعفو عم من ظلمه ويعطي من منعه ويواسي من بغضه لأنه أراد أن يكون مجتمعا على الإخاء الحقيقي وعلى العفو والصافح أليس حينما قدم مهاجرا إلى المدينة وجد المجتمع فرقتين الغرباء مهاجرين وسكان اليثرب أو المدينة أنصارة أراد أن لا ينتسب الناس إلى المسميات الطائفية فوحد الكل فآخى بين المهاجرين والأنصار فضاعت وانمحقت وزهبت العصبيات ثم قال ليس منا من دعا إلى عصبية دعوا العصبية فإنها منتنة نفس البناء السليم نفس البناء السليم يحكام المسلمين اقرأوا فقه السيرة النبوية أنا لا أسر التاريخا ولا أخص حكاية ولكن أخذ مشاهدي الكرام أخذهم إلى فقه السيرة النبوية لنستلهم العبرة والعفاة رسول الإسلام أراد أن يعالج داء التفرق والتشرزم وأراد أن يطوي الصفحة الماضية وأراد أن يفتح صفحة حاضرة ليرتفع على مآزن الحرم قل يا بلال الله أكبر أخيم الصلاة يا بلال ويا أهل مكة كونوا وادعين موادعين سالمين في دياركم ورحالكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون حقا وصدقا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم